موسيقى صباح الخير يا فندم صباح الخير أنا سعيدة هنا أن أكون معكم نارد ربنا يا خليك يا فندم خلنا في البداية نقول نارد من حضرتك تعليقك على نتيجة الانتخابات وفوز الدكتور محمد موسي هو أولاً زي ما أنت قلت أنه ده يوم تاريخي لأنه مش بس أن أول رئيس يتم انتخابه بمحد إرادتنا إنما أول رئيس مدني أيضاً من عشرات السنين ده صحيح فأنا أعتقد أن الدكتور محمد مرسي وفقه الله أنه يكون في هذا الموقع وأعتقد أنه مدرك أوي المناخ والظروف اللي وصلته لهذا الموقع أتمنى ويعلم جيداً أن في ميدان التحرير الذي سانده في المعركة الانتخابية مستعد للمحاسبة وهو الحياة الراجل في خطابه اللي قاله وعلى فكرة هو كان ليه خطاب أجمل وأوقع اللي قاله الساعة أربعة صباح يوم فرز الأصوات أنا كنت سهران طول اليوم طبعاً ومترق بالنتيجة أن أنت عارف الإشعاهات والشغل والفوضى الإعلامية لأرباكة الدنيا ده صحيح فكنت ما أدرش أن أنا يعني أبتعد عن الشاشة والميكروفون يعني طوان يا فندم فأقل كلمة ممتازة يمكن في رأيي أنا أقوى من الكلمة اللي قالها بعد ما نجح إيه يا فندم إيه اللافت نظر حضرتك في الكن هو أولاً يعني أعلن بما يزبي أنه مطمئن للنتيجة خلاص لأنه واضح كان عمية فرز الأصوات كانت تمت بسلوب علمي جداً فهو أطمئن لده إنما أتكلم أنه هو للجميع وأنه يعلم جيداً مطالب الشعب إيه والفترة الحالية إيه وأنه يعني بالنسبة للشهداء يعني فرقبته وقالها بالحرف كده فأتكلم كلام الحقيقة أعتقد كله بقع كواس جداً وخلاني أنا أحد الناس اللي قلت يا رب النتيجة تطلع فعلاً كده والرجل ده هو اللي ييجي ليس انتقاصاً من شخصية الفريق شفي له كل الاحترام إنما ربما الاختيار لو كان مكانه حد أبعد شوية عن النظام السابق كانت الظروف اختلفة كانت الظروف ممكن تكون مختلفة بمعنى يعني مثلاً يعني عمرو موسى مثلاً كان ممكن يبقى قبوله من الجهتين أفضل مقبول إنما ارتباط مباشر والحقيقة الفريق شفيء كان لديه من الصراحة والوضوح ما لا يتمشى مع معركة انتخابية ده صحيح يعني مرة يقول للأسف الثورة نجحت ومرة يقول مسألة الأعلى حسن مبارك هو الراجل بقول للجواه بس لا الانتخابات والسياسة ما فيهاش ده فهو عشان كده ده كان من حسن حظ دكتور محمد مرسي وبالمناسبة الحملتين قالوا تقريباً نفس الكلام حملة الفريق شفيء قالوا احنا حظنا هايل ان احنا داخل معركة مع الإخوان على أساس ان الإخوان المسلمين نتيجة لما حدث في البرلمان فقدوا الكثير من وجودهم في الشارع فكانوا سعداء جداً الجانب الآخر حملة دكتور مرسي قالوا ده احنا سعداء الحظ جداً ان احنا جايين قدام واحد مرتبط هذا الارتباط بالنظام السورة بالنظام اللي قامت السورة ضده فده كان واقع يعني فعلى اي حال ارجع بقى لسؤال اللي كنت يا دينا ان الدكتور محمد مرسي انا اعتقد ان هو برضو سعيد الحظ ان الظروف اتحت له هذه الفرصة التاريخية وايضاً ان قدامه سيناريو كامل لما حدث من اخطاء في النظام السابق وبالتالي حشوف ايه الغلط ويتداركه ولا يقع فيه طيب خليه اني ايجي بقى من وجهة نظر حضرتك شايف ايه المطلوب او ايه الخطة لمفروض الرئيس والقوة السياسية والمجلس العسكري يقوموا بها عشان نمو فورورد زي ما بيقولوا او ننهض بمصر ونبدي بقى خطوة لقدام الحقيقة لابد بقى من التعاون الكامل بين رئاسة الجمهورية والمجلس على وقات المسلحة عشان خاطر بهذا التكامل هنقدر نكتاز الفترة او بقايا الفترة هي بقاياها بقايا الفترة الانتقالية الفترة الانتقالية نحن نعلم ان ثورة تعسرت في مسيرتها نتيجة اخطاء من جميع القوة من جميع القوة من جميع القوة السياسية من كل الناس مفيش قوة تقول لا انا مليش دعوة دي غلطة فلان لا هي اخطاء متبادلة يعني حتى لما تصل انها اخطاء للقوة الوطنية والثورية انه برضو ما عارفوش يوحده كلمتهم وكلهم دور ده بتأكيد كانش فيه قائد ما كانش فيه ليدر ما كفيش احد ما فيش توحيد لصفوفه القوة الثورية والقوة السياسية يعني ما حسبناه في البداية انه سمة مميزة ورائعة ان الثورة قامت بدون قيادة بعد كده اكتشفنا ان يا ريت كان لها قيادة كانت ربطت الامور وكان يعني على اقل كان هما يعني يقولوا رومانت الميزان ما بين المجلس الاعلى وبين الاخوان انما لا هما تراجحهم ويعني خلافاتهم او عدم توحدهم خلى الاحتكاك المباشر حديد مع حديد بيخبر طبعضي المجلس الاعلى مع الاخوان المسلمين فعلى اي حال المطلوب حاليا يعني عشان سأقول حضرتك ان جميع القوة بقى تتضافر وتقول مصر وقد استعادت الثورة بهاء اللي حصل في الانتخابات ده الدانة كتير قوي قوي في العالم يعني انا اسكر كان فيه صديق جاي من لندن في عقاب الثورة وراكب تاكسي فالسواء الانجليزي وانت عارف الانجليزي عصابهم هادية قوي وكله يعني للدرجة برود يعني ايه جدا وانا عاشت هناك فترة وعارف ده فبسطلوا كده قال له انت منين قال له انا من مصر فوقف التاكسي قال له ممكن تسمح لي سلم عليك شوفوا قدي المصري كان ايه فيه برضو دكتورة لسه راجع من الخارج مكتب في امريكا وحكت على الناس الصورة أو يعني المتظاهرين في امريكا لما اطلقوا اسم مدان التحرير على المكان اللي هم فيه على الوال ستريت وواحد سألها بقولها هي بتكلم انجليز كويس انت منين قالت له من مصر بتقول اول ما قلت له من مصر سفر ونادل بقيين شيء جميل شيء جميل كثيرا فتخيالي بقى ان هذا الجمال وهذا البهاء وهذه الروعة كان ممكن لقدر الله انها تنتهي وتتلاشى وتسبح الصورة يعني عكسية تماما هو يمكن يا فندم خاني اقول لحضرتك ان فيه تخوف بس في الشارع المصري من قبل جماعة الاخوان المسلمين يمكن على اساس الاداء اللي كان موجود زي ما حضرتك قلت في البرلمان او حتى فكرة المشاركة للمغالبة واللجمة التأساسية للدستور ففكرة ان مصر مش فصيل واحد ومصر مش حزب مصر للمصريين كلهم فيمكن ده التخوف الوحيد على الاخوان المسلمين وفيه كمان عايزة ده شق سؤالي وعندي شقة هين لسؤال نظرة الدول الاوروبية لنا لان فيه نظرة لنا يمكن في تخوف شوائه من الطيار الديني لان الطيار الديني بقى مرسوم بالالهابيين ده بالنسبة لدوروبين اتفضل انا اعتقد او اتمنى ان الاخوان المسلمين يكون لديهم من الزكاء ان هم يشوفوا الدروس المستفادة من السنة ونص او سنة وكم شهر اللي فاتهم بعد ان حملتهم الجماهير الى موقع الاكسرية في البرلمان بالتأكيد هناك اخطاء لا تفوت على انسان عادي فما بالك بناس مدربين وناس فاهمين فلابد ان هم هتدركوا هذه الاخطاء لابد ان هم يدركوا ان الاصوات الكثيرة اللي خدوها في البرلمان لم تكن موجودة في انتخابات الرئاسة ده صحيح واعلموا جيدا ان عدد كبير من اللي قده الدكتور مرسي ليس حبا في سواد عيون الدكتور مرسي او في شخصه انما كان رفضا للاتجاه الاخر انا امكان كتبت مقالة في الاخبار قلت انها انتخابات الكراهية يعني من انضم لهذا الجانب كرها في الجانب الاخر والعكس بالعكس انا اعتقد الاخوان لديهم من الزكاء واتمنى ان هم يدرسوا ده كويس قوي ويعرفوا العمل السياسي بقى ان هم يعني قدوا تمانين سنة يعني تقريبا تحت الارض دلوقتي هم بتصدروا المشهد السياسي لا لابد يلتفتوا حواليهم وشوفوا الكلام اللي كنا بنقوله في الاول يتعدل ويبقى مصرنا كذا وانا بقى اعتقد ان ده وارد عند الدكتور محمد مرسي وبالمناسبة لي صديق دكتور عاش في امريكا فترة الحقيقة كلمنا عن الراجل كلام كويس قوي يعني قال لي على عكاة قال لي انت فاكرا لما قاله مرة ده هو كان بيشتغل في وكالة ناسا للفضاء قال لي لا ده هو عمل سبعة وعشرين بحث قبله جميعا في وكالة ناسا وقال لي ان هو رجل طيب جدا ومعتدل الاخير يعني فانا الرجل ده اعتقد مع الكلام اللي قاله والالتزامات اللي قالها هيقدر مع المجموعة اللي حواليه يعدله المصار طيب رايح اترك في مشروع النهضة المقدم من قبل الدكتور محمد مرسي لنهضة مصر هو انا بقى اتصور ان مشروع النهضة كان بيعتمد على شيء لم يعلن صبت وهو ان عدد كبير ممن انتمونا للاخران المسلمين من رجال الاعمال اللي لنكحين بره قوي قوي قابدوا سعدادهم ان هم يدخلوا باستثمارات كبيرة في مصر لو الامور استقرت لهم ومش بس كده عملوا ما يشبه اتفاقيات مع رجال اعمال اجانب برضو ان هم كلهم دور ثانيا الاخران المسلمين بيتبنوا الفكر الرأسمالي لا صحيح يعني بالضرورة هم حيحاولوا يشجعوا هذا الاتجاه برضو مع ضرورة تنقية من الاخطاء اللي العالم كله عارفها يعني احنا عارفين الرأسمالية زي ما الاشتراكية انضربت وقابلها الشوعية انضربت تماما الرأسمالية ايضا انضربت واحنا شفنا في انتخابات فرنسا دفعنا بساركوزيم وبين بزبط الاتجاه الاشتراكي بدأ يجي فانا ارجو برضو ان هم يكونوا عندهم هذه الرؤية اه احنا هنشجع طبعا الرأسمال وحنعمل وحنعمل انما الاخطاء اللي حصلت خاصة ان احنا شفنا في السنوات الاخيرة من النظام السابق الرأسمالية المتوحشة ده صحيح يمكن عشان كده الشعب يريد اسقاط النظام يمكن كان ده جزء من تأكيد من اسقاط النظام مش عاوزة كلام فالنظام الجديد بقى اللي بدأ مبارح او اللي حيبدأ خلال ايام تنفيذا لابد يدرك ان في استعداد في مدان التحرير للاسقاط النظام ثاني لو لو تكررت هذه الصورة وانا زي ما قلت لحضرتك من البداية الدكتور مرسي امامه اخطاء حدثت في الماضي وادت الى قيام ثورة ضد هذا النظام لابد انه يتفاداه ثانيا امامه تجربة سنة وعدة شهور من الثورة اثناء مرحلة انتقالية واخطاء قد كده كادت تفقد الاخوان والطار الاسلامي جزء من الشارع المصري بتأكيد هو رجل حريص على انه منجح واتمنى ان هو ايام انت وقعت حضرتك بالنسبة للقرار اللي اتوخذ من قبل لجنة العليا الدستورية المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وفي نفس الوقت على طول الالان المكمل الدستوري تبتكر حضرك الموضوطة هيتغير او لا انا يعني لا اخفى عليك ان انا كنت احد السعاداء بحل مجلس الشعب وهكلم بصراحة اكتر تفضل يا فندم ممكن لصالح الثورة اللي كلنا فرحنا بيها ولصالح بلدنا الجميلة اللي احنا عايشين فيها كلنا وايضا ممكن يبقى لصالح نفس اطار الاسلامة او الاخوان ان ما حدث من اخطاء ضيع عدد من الايجابيات كانت موجودة انما بعض الاخطاء وبعض التصرحات المتشددة اياها اعتقد ان ادت بالامور ان لا الناس عندها استعداد ان يعيدوا النظر في البرلمان القادم او ان هذا البرلمان بهذا الوضع خطأ انه يستمر فانا رأيي انه هو لما تم حل البرلمان كان خطوة مقبولة من كثيرين حتى من بعض عضاء مجلس الشعب يعني ناس هم على المستوى الشخصي والبشري فقدوا مقاعد كتلهم جوى البرلمان بس على النقيد التاني شوفنا بعض الافراد متمثلة في بعض الناس في مجلس الشعب او بعض العضاء في مجلس الشعب شوفنا ما حاولت الاقتحام مجلس الشعب ودخوله مرة تانية وبالتأكيد مش هكون فيه اجماع انما برضو هؤلاء الافراد مع التطورات الاخيرة ولازم يرجعوا نفسهم ولازم يعلموا ان هم انا اقصد المتشددين دول هم كان لهم دور في وجود هذا الخطأ القانوني الدستوري اللي ادى الحل بالتأكيد لان هو لما الاعلان الدستور المكمل صدر عن خط المسلحة بشكل انتخابات هم اللي صمموا ان الاحزاب تنافس ايضا في المقاعد الفردية بالضبط فده كان خطأ واضح ويبدو ان من بيده الامر تنبه لده وقال خلوهم بقى ايه يغرقوا نفسهم الحد الاخر ويسيبهم اتحط في الدرج الخطأ ده فانا اصدي ان حل البرلمان ارجو ان برضو يعني يتم التعامل معه بشكل مختلف خالص وبقبول والسنديق اللي جابت الدكتور محمد مرسي في هذه المعركة الساخنة تماما ممكن تجيب ناس حتى منهم المتشددين اللي هم الانين لو اتعاملوا كويس مع الشارع وبمفهوم كويس قوي للمرحلة الانتقالية الجديدة اللي بدأت دلوقتي وهي مرحلة موققتة تماما لغاتما الدستور والبرلمان الجديد خلاص انتهت انا اعتقد لو تم التعامل بهذا الشكل 100% الامور لمصر كلها هتيجي في مستوى طموحاتنا واملنا اللي بعستها فينا ثورة 25 يناير وارواح الشهداء والالاف المصابين اللي فقدوا عيونهم واللي فقدوا اطرافهم وكل ده اعتقد دي مسئولية تاريخية تانية قدامنا وقدام بدءا من رئيس الجمهورية او الرئيس الجمهورية مدني الرئيس الدكتور محمد مرسي ووصولا الى اصغر ناخب في اصغر قرية من قرى مصر طبعا يا فندي في مصدر مسئول يمكن بمجلس الوزراء في تصريح ليه قال ان الحكومة هتتقدم باستقالتها النهاردة المجلس على القوات المسلحة على ان تتولى تسيير الاعمال حد 30 يونيو وبعد كتجي الحكومة الجديدة ايه المطلوب من الحكومة القادمة يا فندي؟ انا سعيد او بالسؤال ده لانه بوصلنا لحقيقة مؤسفة في تاريخنا من ايام الفرعنة ان اللي بيجي بيهد اللي قابليه ويبدأ من اول جديد ده فعلا صحيح الدكتور كمال الجنزوري ضرب المثل الرائع في اخر كلمة قالها وهو بيودع قال ان انا اتفقت مع الوزراء ان كل واحد من الوزراء يقدم تصوره للمرحلة الجاية شيء جميل ورائع ده معناها ايه ان رئيس الجمهورية القادم ورئيس الوزراء القادم هيجي لاقي فيه طريق ما منهدش بقى لا بنبني بالكمل خاصة ان حصل جهود بالتأكيد مبنية انما ضعت في وسط ظروف والارتباك اللي كان في الحملة الفترة الانتقالية فانا بقول ان ده الحل ان هو نبني على اللي فات ونشوف من من الوزراء ادى دوره بنجاح انا بأتخيل منهم مثلا على سبيل المثال وزير الداخلية وزير الاسكانع فيه اكثر من وزير وزير السياحة فيه اكثر من وزير اثباته وكفائيته تماما فانا اعتقد ان البناء على ده شيء جميل جدا جدا واعتقد ان فيه اسماء طرحت حاليا مش عارف انت متابعها ولا لا لرئاسة الوزراء من اتمنى اه اعتقد ان ده لو حصل حيب دكتور مرسي بيؤكد التزامه الكامل اللي اعلنه في مؤتمر حضره عدد من قيادات القوى الوطنية واعتقد ان هو الرجل صادق في ده وينافزه ان شاء الله من اتمنى ويمكن قال على لسانه ان رئيس الحكومة هكون من خارج جامعة الاخرانة المسلمين اهلا بشكل واضح وصريح ده من خارج الحزب ومن خارج الجماعة وبعدين ما انساش ان هو استقال فورا من الجماعة ومن الحزب فده بداية مبشرة يعني سحمد هالك متفائل بالفترة اللي جاي في مصر اه متفائل متفائل بعد قلق شديد جدا في الايام الاخيرة من ايام الانتخابات انما انا بقولك بصراحة وده مش يعني موقف رومانسي وراجل خيالي لا خالص لا ده حقيقة دراسة الواقع تؤكد اننا ان شاء الله مقبلين على فترة يعني هتحقق كل او معظم طموحاتنا واملنا ان شاء الله ان شاء الله اعلام الكبير الاستاذ حمد كنينسي باشكر حرك على وجودك معنا ونورتنا النهاردة وباشكرك على تفاؤلك كمان وان شاء الله نشوف مصر في احسن حالة ان شاء الله ان شاء الله وانا باشكرك وبوحييك ننتقل لفصل نكمل باقي فقرات نهارك سعيد فخليكم معنا اشتركوا في القناة